مرحباً مرحباً الآن الساعة 11.30 تقولي صحي ومدري صحيوني علشان اروح المول لان من زمان اروح المول ومن زمان يعني من يومين بالليل مرة زحمة تدون معاي وغير كده ودي اليوم بلاني من بداية رمضان ما هو ريدكم كده ايام رمضاين سألونا الاحين نتجهز عشان روح المول انو انتو سوا هذا الوضو بيرفيوم وهذا الوضو بيرفيوم نريز قادي نجرب العطور لاني انا ما اخذت عطر للعيد فشفتوا هذا اللي صورته لكم باخر فلوغ عجبني فباخر اخلاص عن سيفور اليوم مرز احنا شكرا 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 نعني نشوف فساتين العيد دخلنا هذا المحل اول مرة اشوفه الصلاحة بس مدري ما احس في شيء حلو شوفه ماما اعجبها هذه الجوزة مع هادة النورة شكرا 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 نريضا ان هناك بجايم عب العادة اخذ من عندهم بجايم بس ما ادري لاحظت ان مصر يجيبون بجايم شكرا 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 اختل نظارة هذه حقت الحمانة من الشاشات لاني اكثر واحدة تحتاجها الحين فهنا في الوحدة اخذتها حسنا لنرى البيجامة للعيد مرة أحب تعيمهم انظروا هاي بي بحس مرة مرتبة وناعمة وبعد يمجيكم تشدون زي كذا فلايز وتطقمون معها زي هاي هاي الجنن بحس والله ودي أسوي كذا اخو بنطيلهم هاي بي مرة حلوة حتى يمكنكم تنسقونها مع بلايز زي كذا شوفوا هاي بيضة مع البنطيل كذا بس انشكلي باخذ هاي بيضة مع هذا البنطلون شوفوا كيف رفله شوفوا البنات عجبني هذا البنطلون وباخذ معه كذا بلوزة بيضة سادة شوفوا ايش رايكم احس مرة حلو للعيد وصباح العيد كذا أنام فيها فأنا اخذت الحين البلوزة والبنطلون قالت لي اخذي برضو قطعة زيادة فقلت باخذ هذا البنطلون مع البلوزة البيضة كذا يصير البنطلونين لقدر ألبسهم مع البلوزة هاي شوفوا شهنة الميكاب عندهم جبني كده شامر وحلوة شوفوا 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 ولمدومة نستطيع المسك لها لفستان العيد شوفوا شوفوا أول مرة أركز على الفراش الميكاب اللي بيعونها بوت سجايز ريال تكنيكس أحسن فراش كتجربتها بحياتي اللي هم هذول شوفوا هذا البرايند أول مرة أشوفها عندهم بادي سكراب كذا أشياء حجم مني وعندهم هذا اللي تحطونا على الباث شوفوا أحس حلو ودي أجرب شوفوا شوفوا باخذ هذا الاسمين هذا بابول شوفوا 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 طبعا نهاية اللي بنا أخذها لنا للبيت كذا نزيه عليها بعد الصلاة نجوم كده بحشوات شواشي شوفوا مصدر شوفوا شوفوا نسخة نъينج أشوفتها وما يجاد ريحته مرة حلوة وخلوني أوريكم بجاملة العيدان قرب هذه هي كذا جاي بلوزة بيضة مرة كيوت كذا سادة مع هذا البنطلون شو كيف شكله اوكي قايز الحين بنزل تحت المطبخ بسوي كم طبق ما دري اذا بسوي طبق أو طبقين لكن باخذكم معاي ووريكم الأطباق اللي راح سويها اليوم خطوة بخطوة اوكي قايز بسوي الحين معاكم تشيز كيك التمر بسوي الطبقة اللي بالنص لأن أغراض الطبقة اللي تحت واللي فوق نسها ناقصة فبسوي معاكم الطبقة اللي بالنص عبارة عن تمر كذا الشي نحب التمر ورح نحتاج علبة كشطة كذا كاملة ورح نحط ملعقة نسكة فيه فأول شي بشيل الحين العجم اللي موجود في التمرة اوكي راح احط الحين عبت القشطة كاملة ورح نحط التمر اللي سويها بيكون مرة فقيل فبخففها بكريمة الطبقة شوي نسكة فيه اخر شي نخلط المكونات ونرجع لكم بعد ما اخلط الطبقة الثانية اللي سويتها معاكم الحين بنسوي الطبقة الاولى اللي هي عبارة عن زبدة كاملة رح ندوبها ورح نحتاج الى اثنين بسكوت البتين بسكوت مطحون رح ادخنهم الحين وادوب الزبدة هذا هو البسكوت المطحون وهذه الزبدة اللي دوبناها الحين بنحط الطبقة الثانية اللي سويناها وكذا بعد ما حطينا الطبقة الثانية رح دخله بالفرن 10 دقايق على درجة حرارة 200 وبعدها بجيكم انجهز الطبقة الثالثة اوكي بنجهز اخر طبقة عبارة عن قشطة و12 حبة كيري وبنحط النسكفي هذا نفسه فالحين الصينية بالفرن على بال ما اتخلص بخنسوي هذي الطبقة اللي هي الطبقة الاخيرة القشطة كاملة بنحط الكيري اوكي رح احط هذي كاملة تعايز خلط ونسيت النسكلة فالحين بحطها اوكي ضلعتها الحين من الفرن صارت هذي الطبقة متماسكة الحين بنحط اخر الطبقة اوكي اوكي وكذا خلصنا الحلة رح ادخل الحين الثلاجة لين بعد التراويح اشتركوا في القناة